مصر الخير لكل مشاهدينا في الوطن العربي وخصوصا الدول الأشقاء الأردن مصر فلسطين والعراق بحلقة جديدة بتجمعنا ببرنامج بيت للكل بيت للكل ومن خلال أكيد الدول اللي بتجمعوا دائماً منقول فيه أنه إحنا منبني جنباً إلى جنب وإيد بإيد بنبني بالعلم والمعرفة والثقافة لأنها تعد أقوى الأسلحة بهاي الأسلحة منقدر أنه نبني الأمم والشعوب والحضارات ومعروفة أكيد عنا كشعوب أنه إحنا شعوب علم وسلام وأكيد التاريخ بيشهد على ذلك أكيد مساء الخير عليك ومنورة استوديو القاهرة وأهلاً بيك منورة بأهلها أكيد وأنا حقيقة يعني كان يعني تعليق بسيط حاسي حالي بين أهلي وبين ناسي وكأني مش أول مرة بشوفكم ولا بتعرف عليكم أكيد أنت في بيتين بيت مصر كبير وبعين بيت للكل صحيح فأهلاً بيكي دايماً وأهلاً بكل مشاهدي بيت للكل زي ما قالت ألكساندرا بالزبط بأن الحضارة العربية مش مرتبطة بس بالثقافة ولكن هي مرتبطة بالتاريخ عندما تمشي في كل دولنا العربية تقرأ التاريخ تقرأوا مرة من الأثار تقرأوا من الحضارات تقرأوا من أشياء كثيرة جداً عندما تزور الأردن وزورت الأردن أنا أكثر من مرة الحقيقة فتقرأي التاريخ طول الوقت وتقرأي بأن هنا مرت الحضارات زي الأدوميين كانعنيين الأنباط وغيرها فالحضارات دائماً لها أثار والثقافة مستمرة في دولنا العربية صحيح يعني إحنا مرات كثير منقول ويمكن تحدثنا بحلقات سابقة عن الثقافة العربية ولكن اللي بيجمعنا زي ما حكايتني شافكي الحضارات يعني زي حضارة الأدوميين كانت موجودة بجنوب غرب الأردن على الحدود مع فلسطين فإحنا بالدول مش بس إخوان إحنا بتجمعنا هذه الحضارات والحلو بالموضوع إنه إحنا عرفنا عن هاي الحضارات من الكتب طبعاً فأوقات كثير منقول لولا هذه الكتب ما قدرنا نعرف الشعوب كيف عاشت الحضارات كيف مبنت أو حتى لو أنت يعني نظرتي للأثار تقرأين التاريخ صحيح ولكن هناك حكايات وتفاصيل فالتفاصيل تنقلها الكتب أكيد لو بنتكلم على الكتب مشاهدينا عندما تقرؤون التاريخ وكأن التاريخ هناك جملة كلنا نرددها التاريخ يعيد نفسه صح هل نتعلم من التاريخ أم لا نتعلم والحقيقة كمان بأن لأن العرب كانوا يملكون من هذا التاريخ الفكر وكان الفكر يكتب في كتب كثيرة ومصادر كثيرة يعني أنا أعتقد لو عودنا بالتاريخ كنا قرأنا كل في كتبنا العربية الكثير من الثقافة الشعر النثر العلم العلوم المختلفة علوم الفلك والطب والرياضيات المختلفة والكثير من الكتب ولكن فكرة أن المغول عندما كان يستعمر ويحتل ويدخل كان يحرق هذه الكتب خوفا من أن هذه الثقافة يعني تدوم ويكتشفها أصحاب البلاد ثم يقضونهم عن المغول ولكن أبدا لم تختفي الثقافة العربية يعني يمكن جزء كثير كبير من طمس الهوية للأسف اللي بحاولوا كل المعتدين يقوموا فيه هي حرق الكتب أو يعني إنها تكون مش موجودة حتى ما تتحدث عن التاريخ يعني فيه بقولة بتقول إذا حرقت كتاب فأنت حرقت إنسان وإذا حرقت كتاب مصنف فأنت حرقت أمة وشعب يعني هذا بدل قديش أهمية الكتب يعني في عالم فرنسي اسمه بيير كوري حقيقة حصل على جائزة نوبل بالفيزيا بعام 1902 قال إنهم قدروا يتمكنوا من تقسيم الذرة من خلال استعانتهم بـ 30 كتاب بقيت أيام الحضارة الأندوليوسية فتخيلي لو بقيت آلاف الكتب كان ممكن فعلا إنه ننتقل بين المجرات الفضائية زي ما حكى قديم ممكن من خلال الكتب تقدري تعرف علم أكثر تقدر تعرف في قصص وحكايات أكثر تقدر تاخذك إلى تطورات بشكل كتير كبير ولكن للأسف الشديد يعني حرق الكتب اللي صار في التاريخ أثر بشكل يمكن سلبي ولكن إحنا مواصلين ونحن نظل مخافزين على كتبنا وعلى الحضارة أكيد اللي موجودة فيها أكيد يعني موضوع شارع المتنبي الحريق اللي شهدوا هذا الشارع في البلد العريق العراق الحبيب يعني واحد من الأشياء اللي أثر أكيد بشكل سلبي فهي حدث من هذه الأحداث ولكن عارفة عودته بقوة الآن وبشكل الحديث يعني أكدت بأن الحضارة باقية مهما حاول الجميع صحيح وتحدثت أنت عن شارع المتنبي وشهو وقتيني حقيقة لا الواحد أنه يشاهده بالحلقات السابقة ففعلا يعني الحضارة مستمرة وباقية بإذن الله صحيح أن المكتبات لها أهمية كبيرة هي مش فقط توثق للمعرفة وأيضا للثقافات ولكنها أيضا تصون الكلمة زي ما بنقول طول الوقت يعني أنت تدخل إلى عالم المكتبات وكأنك تدخل للتاريخ أنا ما زلت أتذكر أليكساندريا افتتاح مكتبة الأسكندرية التجديد الخاص بها منذ سنوات وكنت مزيعة لسه في البدايات وكان حفل كبير وضخم جدا لأنه أتى إليها رؤساء وملوك من العالم وهنا فعلا تقدرين أهمية الثقافة والكلمة لأنها هي التي تقيم الأوطان في النهاية خلينا نروح لزاملنا العزيز خميس ويكمل هو أيضا من جانبه من فلسطين العزيزة طبعا شافكي عبارات مؤلمة للكاتب والمربي والباحث خليلة سكاكيني التي قال فيها الوداع يا دارنا يا دار الأمة يا ملتقى أقطاب السياسة ورجال الصحافة وكبار الخطباء والفنانين من مصر ولبنان وسوريا والعراق الوداع يا مكتبتي يا دار الحكمة يا رواق الفلسفة يا معهد العلم يا ندوة الأدب الوداع يا كتب نفيسة القيمة المختارة تلك العبارات التي تعبر عن حالة الألم والحزن الكبيرين قيلت بعد سرقة العصابات الصهيونية للمكتبات العامة والخاصة الفلسطينية بعد موجات التهجير القصرية عام 48 سرقة الممتلكات الروحية لا تختلف عن سرقة الأرض وثرواتها التي ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا إلا أن الاحتلال لم ينجح في سرقة إرادة الفلسطيني الذي ظل يقاوم هذا المحتل بكل الوسائل والطرق ومنها الإنتاجات الأدبية موسيقى انشاء المكتبة الوطنية الفلسطينية تمت بمرسوم من السيد الرئيس أبو مازن ويعتبر هذا من أكبر المشاريع الوطنية والثقافية في فلسطين لأن هذه المؤسسة والمكتبة الوطنية هي تعتبر المخزن للموروث الثقافي الفلسطيني التاريخي عبر كل الأزمنة وعبر كل العصور مهمتها حفظ الذاكرة والرواية والتاريخ والوجود الفلسطيني جمع المخطوطات والوثائق وكل ما كتب عن فلسطين سواء كان مكتوبا أو مرئيا أو مسموعا وحفظه في المكتبة وتصنيفه وأرشفته رقميا وأطلع العالم والجمهور والمستفدين والباحثين على التاريخ الوطني الفلسطيني أهمية هذا المشروع أنه يأتي في ظل الحرب والعدوان المستمر الصهيوني على الرواية الفلسطينية على الذاكرة الفلسطينية على الوجود الفلسطيني ومنذ بداية الاحتلال منذ النكبة حتى الآن حتى حرب غزة ما زالت حكومة الاحتلال تدمر الموروثة الثقافة الفلسطينية المعالم التاريخية الفلسطينية تدمر كل ما يتعلق بالوجود الفلسطيني التاريخي على أرض فلسطين سرقت الكثير الكثير من المخطوطات ومن الأرشيفات ومن الوثائق ومن الكتب في حرب ثمانية واربعين في حرب سبعة وستين والآن في هذه الحرب الدموية على قطاع غزة دمرت أكثر من مئتين موقع تاريخي وأثري من مسارح من مكتبات عامة من جامعات من متاحف من أسواق شعبية كل ما يتعلق بتاريخ غزة العريق وهذا سياسة صهيونية ممنهجة لشطب التاريخ الفلسطيني لشطب الرواية والسردية الوطنية الفلسطينية ومن هنا تأتي أهمية للمكتب في الحفاظ على هذا التاريخ على هذا التراث الوطني الفلسطيني إن شاء الله ستنطلق عمل المكتب في وقت قريب بعد أن قمنا بتربيم المكان الذي أصدره الذي تبرع به السيد الرئيس وهو قص الضيافة سابقا وللتحول إلى مكتب وطنية نحن في نهاية عملية الترميم وبدأنا بإعداد كل اللوائح والأجهزة والكوادر التي ستعمل في مشروع المكتب الوطنية لننطلق إن شاء الله في عملنا وبمقييس دولية وبمعايير عالمية تحافظ من خلالها على تاريخنا على ثقافتنا على فكرنا على هذه الكنوز الثقافية التي تعرض للتدمير والسرقة والنهب والطمس والمحو على يد الاحتلال السيوني عمل المكتبة وعمل كبيرا هذا مشروع قومي مشروع السيادي مشروع يتعلق بالأجيال الفلسطينية يتعلق بالحفاظ على حياتنا وعلى تاريخنا ونقل المعرفة نقل هذا المنتوجة الثقافية الفلسطينية العريك والكبير جدا نقل إلى العالم إلى كل أجيالنا الفلسطينية المكتب الوطني ستكون من خلال ما تجمع من مخطوطات ومصنفات وكتب وكل ما تعلق بالتاريخ الفلسطينية يكون مفتوحا أمام الجمهور أمام الباحثين أمام المختصين وأيضا ستكون هي تستقبل كل ما يتم إنتاجه وكتابته إنتاجه سواء فني أو كتابي أو مسموع كل ما يتعلق بالثقافة الفلسطينية وكل ما يتعلق بالإبداع الفني ستستقبل هذه المصنفات وهذه الكتب وهذه النتجات تستقبلها وتودع وفق نظام خاص في المكتب الوطني الفلسطيني طبعا ومن خلال زميلنا خميس تعرفنا أكتر عن أهمية يمكن الكتب بشكل كتير كبير وإحنا نعرف الكتب والمكتبات ويمكن حكت شافكي عن مكتبة الإسكندرية وأنا حقيقة يمكن من المكتبات التي أثرت فيه في الجامعة لأن المكتبة كانت كبيرة وواسعة وكان على وقتنا لازم نعمل أبحاث ولازم نعمل يمكن دراسات ومصادر وأنا أميل إلى الكتب التقليدية الورقية ففعلا يمكن هلأ رجعتني شوي بالذاكرة وإحنا نقول دائما المكتبات هي بتنقل المعرفة من جيل إلى جيل هناك المكتبات الوطنية هناك المكتبات العامة هناك المكتبات الموجودة في المدارس وكل هذه المكتبات هي في الحقيقة هدفها واحد وهو نقل المعرفة وإحنا شهدنا أكيد يمكن معرض القاهرة الدولي للكتابة في الأيام الماضية وتحدثنا عنه في حلقات سابقة وهذا دليل على أهمية المكتبات لمصر وأيضا للدول العربية اليوم يمكننا راح يكون معنا ب اليوم إحنا في تجافة الأردن اليوم من الأردن ضيقنا حتى يحدثنا أكثر عن المكتبات الوطنية في الأردن راح يكون معنا الدكتور نضال أحمد العياص روحه ومدير عام المكتبات الوطنية في الأردن ولكن بعد الفاصل زي ما تكلمنا في البداية في المقدمة ما حضرتكم عن المكتبات العربية وأهميتها في صون ونقل المعلومة ولكن أيضا لو نقلب أوراق التاريخ نقرأ التاريخ معكم فسنقرأ كيف تم كمان التعدي على هذه المكتبات وعلى الثقافة وعلى التاريخ العربي دعونا نتكلم باستفادة ونتكلم أكثر مع التاريخ مع ضي في بيت الكل اليوم والدكتور نضال أحمد العياصرة مدير عام المكتبة الوطنية في الأردن أهلا بحضرتك يا ضغط أهليين ستة بارك الله فيك موورنا تسلمي على ستة يسعد مسعك دكتور نضال ويمكن أن أبدأ سؤالي الأول اللي يمكن شوي سؤال صعب من كلام شافكي وأسألك لو ما تم حرق المكتبات شكرا شكرا ستة أليكساندرا وشكرا ستة شافكي وأسمحوا لي أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الانتنان إلى القائمين على هذا البرنامج لإتاحة الفرصة للإطلال على الجمهور العربي وتوضيح وإيصال فكرة حول المكتبات وحول الكتاب حيث أن المكتبات هي حافظة لذاكرة الأمم بالتأكيد كما تقدمت ستة شافكي في البداية وقالت بأنه يتم عملية إعدام العقول من خلال تدمير المكتبات على مر التاريخ لا شك بأن هذه المكتبات لو لم تعدم لكان هناك باعتقادي تطور أكثر لأن التطورات التي تحدث على المستوى العالمي وعند كافة الشعوب هي سببها ما يكتب وما يطبع وما ينشر وما يبث من معارف هذه المعارف يتم عملية قراءتها ويتم إنتاج معرفة جديدة تساهم في عملية تطور الأمم وتطور البشرية بشكل عام دكتور ندال يعني أنا الحقيقة بحس أن المكتبات العربية هي فيها مش بس معلومة هي فيها الفكر والثقافة العربية المتنوعة وحرق المكتبات في الزمن وفي التاريخ كان حرق للفكر وكأنه يتصور أنه ستكون هناك إبادة للثقافة وهذا يعني لو ضربنا أمثلة مثلا نتذكر ابن حزم مثلا والحرق الكبير للمكتبات وعلى زمن آخر ابن رشد ابن رشد ونفس الحرق يعني واضح أنه دي كانت الأداة للحرب على الفكر نفسه بالتأكيد ست الفاضلة دعونا أيضا نعود إلى المغول الذين قاموا بإعدام المكتبات وهناك شواهد بأن النهر في ذلك الوقت كانت الأحبار تطفو في النهر في ذلك الوقت صحيح وإحنا حكينا ده في المقدمة نعم وهذا دليل بصراحة على أنه ما يتم تدوينه من تاريخ وثقافة ليس فقط تدمير للشعوب لأن الشعوب فيما بعد سوف تنتج شعوب أخرى ولكن هذا الفكر بصراحة قد يكون فريد وقد يكون نوعي فعملية طمس التاريخ بصراحة وطمس الهوية وطمس الثقافة وطمس العلم هي الأخطر على الشعوب من طمس الشعوب نفسها يعني دكتور نضال حرق الكتب تم ولكن نحن نحاول قدر الإمكان من خلال المكتبات وعلم المكتبات أن نحافظ على هذه الكتب إلا للأجيال القادمة ولكن قبل أن نكمل في علم المكتبات ونتعرف أكثر على المكتبات الوطنية وخاصة المكتب الوطنية في الأردن دعنا نعرف ما هو علم المكتبات ستة الكريمة علم المكتبات هو العلم الذي يخدم كافة العلوم وباعتقادي دائما أنا بقول لو لا وجود المكتبات لما استطعنا أن ننقل كافة المعارف وكافة التطورات وكافة الإنجازات وكافة أيضا الثقافات للشعوب الأخرى فالمكتبات هي حافظة للعلوم بشكل عام وهذه المكتبات سابقاً إذا نرجع للتاريخ من لديه مكتب كان يقوم بعملية حفظ المكتبات أو الكتب بسلاسل من حديد من أجل المحافظة على هذا الفكر وعلى هذه الثقافة وعلى هذه المعرفة فالمكتبات بشكل عام هي حافظة وناقلة للحضارات وأيضا تساهم المكتبات في التطور الذي يحدث لدى الأمم من خلال الفكر المكتوب في هذه الكتب وهذه الوثاق طيب خلينا كده نتكلم يعني نقول نحمد الله لأن العصر الحديث الآن هو عصر توثيق والمكتبة الآن ليست مجرد كتب موجودة على أرفف ولكنها بقت مسجلة إلكترونيا فمن يريد طمس الهوية لن يستطيع الآن فإذا خلينا نتعرف أكتر بقى على نوع المكتبات واختلافها المكتبة هناك عدة أنواع للمكتبات على مر العصور فهناك المكتبات كانت موجودة في أماكن العبادة فكان يطلق عليها مكتبات المعابد وأيضا المكتبات عند النبلاء في القصور في المدارس الآن إذا أردنا أن نتكلم عن المكتبات فهناك المكتبات الأكاديمية والتي تقسم إلى مكتبات الجامعات ومكتبات الكليات هناك المكتبات المدرسية وهناك المكتبات المتخصصة سواء كانت في الوزارات في المراكز البحثية في النقابات سواء كانت الطبية أو الهندسية أو غير ذلك وهناك أيضا المكتبات العامة التي تقتني مصادر معلومات دعيني أطلق هذا المصطلح مصادر معلومات لأن المكتبات لا تقتني فقط الكتب فهناك الدوريات وهناك المراجع وهناك الخرائط وهناك الوثاق وهناك المواد السمعية والبصرية والسمعة بصرية والإلكترونية لذا سميت المكتبات العامة لأن مقتنياتها عامة وتخدم فئة من عامة الشعب فهناك المثقف وهناك تعليم متوسط وهناك تعليم جامعي وغير ذلك أما بالنسبة للمكتبات الوطنية فهي المكتبات التي تعنى بجمع وحفظ النتاج الفكر الوطني وتنظيم هذا النتاج الفكر الوطني ونقله إلى الأجيال القادمة تفضلت وتكلمت عن موضوع حفظ الذاكرة أو حفظ الموروث الحضاري من خلال التكنولوجيا دعيني أقول بكل صراحة بأن هناك إيجابيات للمكتبات التقليدية وأقصد هنا المكتبات التي تقتني مصادر المعلومات الورقية والوسائط التقليدية كالكستات على سبيل المثال أما بالنسبة للمكتبات الإلكترونية والخزن الإلكتروني أو التخزين الإلكتروني أو العفظ الإلكتروني هناك مشكلة أخرى نحن نعاني التكنولوجيا لها سلبيات فهناك التدمير والإعدام لكثير من الوسائط الإلكترونية من خلال الاختراقات على سبيل المثال فلا يعني بأن مصادر المعلومات الإلكترونية هي غير معرضة للتدمير أو غير معرضة للتزوير أو غير معرضة للتخليد فلكل نوع من أنواع مصادر المعلومات له إيجابياته أو المكتبات لها إيجابياتها فوأكارة تقليدية ولها سلبياتها وأيضاً الوسائط الإلكترونية أو المكتبات الإلكترونية أو المكتبات الإفتراضية أو المكتبات بدون جدران أو المكتبات المؤتمة لاحظي أنا بحكي عدة مسلمات لأنه أيضاً المكتبات الإلكترونية مرقت في عدة مراحل يعني دكتور ريضال عم نتحدث دائما مع الإيجابيات بيكون في تحديات ومن ضمن التحديات زي ما اصدلت قولت يعني سواء كمكتبة تقليدية أو كمكتبة رقمية ممكن يكون في تحديات وهذا دور يمكن الدول بشكل عام الحفاظ على هذه المكتبات وخاصة المكتبات الوطنية وإحنا عم نحكي يمكن ببيت للكل بيجمع أربع دول الأردن ومصر فلسطين والعراق وكلهم بيحتووا على مكتبات وطنية حدثنا عن دور المكتبات الوطنية بشكل عام في الأردن والتعاون ما بين هذه الدول للنهضة والتنمية المستدامة اللي بتحققها إذن المكتبة الوطنية شكرا ستة الكريمة دائما أقول بأن المكتبة الوطنية هي أم للمكتبات الأم تلم فكل المكتبات اللي حكيت عن أنواعها قبل شوية المفروض أنها تكون تحت مظلة المكتبة الوطنية فالمكتبة الوطنية سواء كانت في الأردن أو في أي دولة من دول العالم تعرف بأنها المكتبة التي تعنى بجمع وحفظ النتاج الفكري الوطني بغض النظر كانت وثائق كما حكيت قبل شوية أو كتب أو كافة أنواع مصادر المعلومات الأخرى فهي بمثابة دائرة الأحوال المدنية أنا أشبه المكتبة الوطنية بدائرة الأحوال المدنية لماذا؟ لأن المكتب أي مولود معرفي أي كتاب أي دورية يجب أن يكون لدى هذا المولود اسم طبعاً عنوان ويجب أن يكون وصف لهذا المولود المعرفي ويجب أن يكون لهذا المولود المعرفي رقم وطني وأيضاً يمكن الحصول على رقم معياري دولي هذا الرقم بمثابة جواز سفر يستطيع الكاتب أو المؤلف أن يتنقل وينقل هذا المولود المعرفي إلى أي دول من دول العالم ويثبت بأن المولود المعرفي هذا الكتاب هو مؤلفه والده على سبيل المثال هو المؤلف لكن المكتبات الوطنية دائماً تساهم في عملية تطوير المكتبات على المستوى الوطني المكتبات الوطنية تصدر ما يسمى باسم الببلوغرافيا الوطنية وأشبه أنا الببلوغرافيا الوطنية بدفتر العائلة دفتر العائلة يحتوي على كل المواليد وكل الأبناء والبنات الموجود أيضاً المكتب الوطني يجب أن تصدر سنوياً ما يسمى باسم السجل الوطني للنتاج الفكري على سبيل المثال في عام 2023 اللي موجود فيه طيب هنا يحضرني سؤال مهم جداً دكتور ندال يعني أهمية كمان الملكية الفكرية يعني أنا ككاتب عندي الحق بكتباتي وإنها تبقى مكتوبة باسمي وأنا صاحب الرواية صاحب البحث صاحب برائة اختراع مسجلة موجودة في المكتبة كل هذه يعني تخضع له حقوق الملكية الفكرية أحياناً ممكن أن تسافر الأفكار إلى بلاد أخرى ويتمناها ناس آخرين ودون الاهتمام بالكاتب الأصلي هنا أيضاً دور المكتبات في الحفاظ على الملكية الفكرية في كل دولة من دول العالم هناك هيئة فعلى سبيل المثال بجوز في مصر الهيئة المصرية للملكية الفكرية في الأردن ما يميز المكتبة الوطنية الأردنية عن بعض المكتبات أو الغالبية العظمى من المكتبات الوطنية العالمية بأن المكتبة الوطنية تقوم بثلاثة مهام رئيسية فهي عبارة عن أرشيف وطني وهي عبارة عن مكتبة وطنية وأيضاً لديها مكتب اسمه مكتب حق المؤلف يعني بالحفاظ على حق المؤلف والحقوق المجاورة هذا يعني بأن هناك سكوك دولية هناك اتفاقيات موقعة وملتزمة بها هذه الدول سواء كان على المستوى العربي أو على المستوى العالمي فعلى سبيل المثال للحصر أمس كان عندنا اجتماع في الجامعة العربية للجنة الملكية الفكرية على مستوى الوطن العربي المكتبات الوطنية أو الهيئات التي تعنى بحق المؤلف والحقوق المجاورة هي أعضاء في المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية هذا يعني بأن هناك جهات تعنى بالحفاظ على حق المؤلف والحقوق المجاورة لاحظوا ليش بحكي حق المؤلف والحقوق المجاورة هناك بعض المسلسلات على سبيل المثال بعض البرامج هناك حقوق للمنتج هناك حق على سبيل المثال للمهندس الصوت حق لمهندس الإضاءة لكاتب النص فهناك حقوق معنوية وهناك حقوق مادية قد يتنازل المؤلف عن حقوقه المادية ولكن الحقوق المعنوية محفوظة الذي قام بعملية كتابة النص لا نستطيع أن نغير هذا النص ونضعه باسم شخص آخر وهذا يمكن دكتور نضال اللي بحث المؤلف على الإبداع يعني أوقات كثير يمكن سرقة الحقوق بتعمل إحباط عند كثير من المبدعين لأنه هي المولود الخاص فيهم اللي بينتجوا هذا المؤلف أو حتى بموضوع الاختراعات بحضرنا سؤال يعني تفضلت وقال دكتور نضال أن المكتبات الوطنية مسؤولة عن العديد من المعلومات البيانات والمعرفة شو الفرق ما بين البيانات دائما أنا أشبه البيانات بالمواد الخام البيانات لا تعتبر ذات دلالة لكن بعد معالجة البيانات تصبح عبارة عن معلومات والمعلومات تعتبر ذات دلالة وذات معنى التراكمية تولد فيما بعد التراكم هذا لهذا المعلومات تتولد فيما بعد إشي اسمه المعرفة وأحيانا نحكي عن أنه شخص يستطيع أن يولد المعرفة من كثرة القراءة على سبيل المثال في موضوع ما يستطيع هذا الشخص أن يخرج بفكر هذا الفكر أو هذا الإبداع يجب أن يصان ويجب أن أشجع المبدع يجب أن يكون هناك مردود سواء كان مادي أو معني صحيح كي يعيش على سبيل المثال ويطور هذا المبدع أو هذا المبتكر الصناعة تبعه على سبيل المثال أو الابتكار تبعه ويعود في النهاية عليه بالنفع المادي والمعنوي لكن إذا تركت الأمور بهذه الطريقة بالتأكيد سوف يكون هناك نوع من الإحباط وعدم الإعاشة بالنسبة للمبدع فيجب أن نحفظ حياة كريمة للمبدع وللمبتكر كي يبدع أكثر ويبتكر أكثر طيب خلينا نروح للأشياء يعني أحيانا دلوقتي بقى فيه خلينا نسميها أحيانا فيه كتابات تجارية يعني بمعنى إيه مغازلة الشهوات مغازلة أفكار رديئة مغازلة إرهاية أو يعني يعني التمسك بأفكار فيها نوع من أنواع الإرهاب أو ضد الأوطان أو ما شابه من أفكار وخطاب الكراهية وخطاب الكراهية كل هذه أيضا موجودة في كتب وأحيانا تدس من خلال مكتبات هل تنتبه مثلا يعني خلينا ناخد مثلا من خلال حضرتك المكتبة الوطنية في الأردن هل لها معايير في قبول كاتب في قبول محتوى في قبول فكر يعني لها أيضا قبول ورفض اتجاه معايير كثيرة دعونا الآن نفكر نميز ما بين الرقابة القبلية والرقابة البعدية عندنا في الأردن على سبيل المثال الرقابة القبلية مش موجودة لكن الرقابة البعدية موجودة في بعض الدول على سبيل المثال أحنا بنحكي الآن عن حرّية الرأي وحرّية التعبير ولكن ألا يكون حرية الرأي والتعبير على حساب الآخرين على سبيل المثال ألا يكون حرية الرأي والتعبير بث الكراهية على سبيل المثال والفتن وغير ذلك هذا يعني بأن هناك كتب تكون على سبيل المثال أو مصادر معلومات ممنوعة ليس فقط في المكتبات بكل مؤسسات المعلومات حتى في محطات التلفزي هناك معلومات وهناك مقاطر على سبيل المثال لا تسمح العادات والتقاليد والقيم ببث مثل هذا المعلومات ليش؟ لأنه سوف يؤثر فيما بعد بشكل أو بآخر على النشأ الجديد أو يؤثر نفسيا أو يؤدي إلى بث الكراهية وعلى سبيل المثال بث المشاكل وغير ذلك من هذه الأمور لذا يجب أن تكون هناك رقابة على ما يطبع وما ينشر وما يبث صحيح عادة في المكتب الوطنية نكتب على سبيل المثال لا نستطيع أن نقرأ الآن ولا في أي دول من دول العالم تستطيع أن تقرأ كل ما يكتب وكل ما يطبع صحيح ولكن يكتب على هذا المصنف على سبيل المثال بأن هذا رأي المؤلف وهو مسائل أدبيا وقانونيا مسؤول المكتبة الوطنية غير مسؤولة عن المحتوى الموضوعي المكتوب في ذلك ولكن هناك جهات رقابية على سبيل المثال فيما بعد تقوم بعملية منع على سبيل المثال أو السماح لمثل هذه المصادر صحيح حتى لا يتم دس السم في العسل صحيح يعني بيحضرني سؤال هلأ دكتور نضال يعني مؤخرا صدر قانون حق الحصول على المعلومة في الأردن نعم من قبل أكيد البرلمان أدايب يتعلق بموضوع المكتبات الوطنية فيما له علاقة بقانون حق الحصول على المعلومات المسودة تم عملية المصادقة عليها من قبل مجلس النواب الآن هي في الطرق التشريعية الأخرى هي في اتجاهها إلى مجلس الأعيان الأردن تعتبر من أولى الدول العربية اللي فيها قانون حق الحصول على المعلومة القانون موجود لكن إحنا بناء على توجهات سيدي صاحب الجلالة تم عملية توجيه الحكومة بتحديث وبتطوير قانون حق الحصول على المعلومة ليتماشى مع الممارسات الفضلة العالمية لك الحق في الحصول على المعلومة ولكن هل لديك سبب مشروع على سبيل المثال؟ وشو رح تعمل بالمعلومة؟ إضافة إلى ذلك بعض المعلومات متاحة نحن نحن نحكي عن الإفصاح الاستباقي فموازنات على سبيل المثال الوزارات والمؤسسات ما له علاقة بالبرامج ما له علاقة بالموظفين هذه عبارة عن إفصاح استباقي كل مؤسسة تقوم بعملية الإفصاح عن هذه المعلومات من خلال موقعها الإلكتروني ولكن في كل دولة من دول العالم هناك معلومات سرية لها علاقة بالأمن الوطني لها علاقة على سبيل المثال بأمن الدولة معلومات تضر باقتصاد هذه الدولة هذه المعلومات ستة الكريمة ممنوعة ليس فقط في مصر أو في الأردن في كل دول العالم المعلومات التي تمس الأمن الوطني هي معلومات سرية طيب اسمح لنا نأخذ استراحة نأخذ فاصل فيها ولمشاهدينا إذا كنا نتحدث اليوم عن المكتبات عن المعرفة فهناك أيضا المقولة التي تقول قل لماذا تقرأ لأقول لك من أنت عودوا إلينا بعد فاصل قصير عودة مرة ثانية لدكتور نضال أحمد العيسرة دكتور نضال من الشرفنا في بيت للكل الحقيقة أنا يعني عايزة أسأل حضرتك أيضا سؤال خاص بمعارض الكتب يعني معارض الكتاب لها أكثر من قياس قياس إقبال الناس وحبة الناس قياس إقبال الناس على الكنز والمعرفة والثقافة وأيضا هي زخيرة جديدة لكل المكتبات العربية فكيف تراها يعني يمكن في القاهرة يعني كان منذ فترة معرض الكتاب واللي قارب أكثر من 2 مليون زاروا هذا المعرض فكيف ترى هذه المعارض وماذا تقدم أيضا للمكتب العربي ستة الكريمة أنا أقول عن هذه العبارة عن تظاهرة ثقافية تظاهرة للأمانة هي تظاهرة ثقافية ليش؟ يعني ليس فقط مكان لعرض الكتب وبيع الكتب هناك فعاليات ونشاطات مصاحبة لهذه المعارض سواء كانت العربية أو العالمية فعليا عبارة عن تظاهرة ثقافية عصرية تتلاقى فيها الإبداعات والابتكارات والعلوم والمعارف ولحسن الحظ عندما كنت مديرا لمكتبة جامعة البلقاء التطبيقية بأني زرت معرض الكتاب في القاهرة وفي الدول العربية الأخرى أكثر من المرة نلاحظ بأننا نقوم بعملية تغذية لاحظة يجب أن نغذي مكتباتنا بكافة أنواعها بالفكر الجديد وبالعلم الجديد وبالروايات الجديدة وبدواوين الشعر الجديدة فمن خلال المعارض بتم عملية تلاقح وتزاوج الأفكار ويولد معرفة جديدة فأطلع على سبيل المثال على فكر علماء المكتبات في مصر هم يطلع على فكر علماء المكتبات في الأردن يطلع على آخر الأبحاث وآخر الدراسات وآخر المستجدات فهذا يساهم في عملية نشر الوعي الثقافي في عملية تطوير العلم بشكل عام لأنه من خلال هذه المصادر الموجودة في المعارض سواء كانت ثقافية سواء كانت عبارة عن كتب لها علاقة بالمناهج الدراسية أو إلى علاقة بالمناهج التي تدرس في الجامعات فكثير من الكتب على سبيل المثال يتم اعتمادها من قبل أعضاء الهيئة التدريسية ليس فقط الأردنيين يعتمدوا كتبهم على سبيل المثال كنا نعتمد كتب زملائنا أعضاء الهيئة التدريسية قد نفتقر على سبيل المثال في دولة ما لتدريس مساق ما قد لا تكون الكتب كافية لتدريس هذا المساق فأنا ممكن على سبيل المثال من خلال معارض الكتب أطلع على ما استجد حديثا في مجال اهتمامي في مجال اختصاصي في مجال تدريسي في مجال بحثي صحيح يعني دكتور نضال يمكن بحلقات سابقة تحدثنا عن الثقافة العربية وقديش بتجمع الدول هذه الثقافة ولكن أوقات كثير بتختلف الإبداعات ومن خلال المعارض يمكن اللي بتصير في هاي الدول بيتشاركوا كل الأطراف هاي الإبداعات وأيضا التجارب يعني اللي ممكن تجربها دولة وتنجح فبتاخدها للدولة أخرى أكيد لا تقدر إنها تعيد التجربة طبعا حضرتك قادم من الأردن وضيف اليوم ببيت للكل خلنا نعرف يمكن أكثر دور الأردن في دعم المكتبات في دعم الشباب الأردني بشكل عام حتى يظل الشباب يعني يلتفت للكتاب ويظل الكتاب جزء من حياته للثقافة والعلم والقراءة أشكرك على هذا السؤال إذا أردنا أن يكون لدينا مجتمع قارئ فيجب أن نبتدئ من اللبينات الأولى في المجتمع ألا وهو الأطفال والنشئ كي نجعل هذه العادة عادة القراءة موجودة لدى المجتمع لابد أن نبتدئ من حيث اللبينات الأولى في المجتمع فإذا أردنا أن نتكلم عن دور حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بكافة المؤسسات فلنأخذ مثال على سبيل المثال وزارة الثقافة وزارة الثقافة هي تساهم في عملية نشر الوعي الثقافي من خلال على سبيل المثال للحصر مكتبة الأسرة عندما تقوم بطباعة الكتب وتقوم بعملية تسويق هذه الكتب بمبالغ رمزية يعني الكتاب لما يكون ثمنه ربع دينار وهذه الكتب ليس فقط للكبار فهناك تركيز بشكل كبير على الكتب التي مخصصة للأطفال التي مكتوبة بطريقة بسيطة مكتوبة بطريقة جذابة ألوانها جذابة وأيضا مصورة هناك على سبيل المثال كتابة وصورة فهذا النقطة الأولى النقطة الثانية نحكي أيضا بما إننا نحكي عن نشر الثقافة من خلال المسارح من خلال معهد الموسيقى من خلال الأمسيات التي تقوم بها كافة المؤسسات الثقافية في الأردن فإشهار الكتب في المكتبة الوطنية على سبيل المثال إشهار دواوين الشعر أيضا الأمسيات الشعرية التي تتم في المكتبة الوطنية في المركز الثقافي الملكي ما تقوم به مدريات الثقافة يعني معالي الوزيرة حكت سابقا بأن كل مدير ثقافة هو عبارة عن وزير ثقافة في محافظته أيضا خلينا نحكي الآن عن المنتديات الثقافية إذا أخذنا وزارة التعليم العالي أيضا هناك تشجيع هناك عمادة شؤون الطلبة فمن خلال النشاطات اللي بتقوم فيها الجامعة من خلال تشجيع الجامعة لأعضاء الهيئة التدريسية في عملية التأليم فهذه المؤسسات أيضا وزارة الشباب فهذه المؤسسات تعنى بعملية نشر الوعي الثقافي من خلال البرامج المختلفة أيضا ما تقوم به مكتبات الجامعات ما تقوم به مكتبات المدارس أيضا المسابقات المشاركة أبنائنا الطلبة في العديد من المشاريع اللي بتتم على مستوى الوطن العربي مسابقة التحدي القراءة على سبيل المثال سابقا كان في الأردن أوائل المطالعين أيضا بالنسبة للشعر كل هذه بصراحة برامج بتساعد وتساهم في عملية نشر الوعي الثقافي والمعرفي طبعا كل اللي حضرتك ذكرته ده يعني مجهود كبير بتبدل الدول الحقيقة من خلال المنابر الرئيسية الوطنية اللي موجودة والمؤسسات ولكن خلينا بقى نقترب أكثر من الشارع لأن الحقيقة حياة الشارع ولغة الشارع في عالمنا العربي أصبحت اليوم مختلفة الشارع إقاعه سريع وأحيانا لا يجد الوقت لكل هذه المنتديات فبقى الاتصال دائما إما باليوتيوب كمكتبة أو إما بالسوشيال ميديا لتلقي أو صفحات بتبقى عبارة عن مكتبة بيقدموا فيها مراجعات لكتب فالناس بتعرف والله الكتاب ده قيم فيشتروه من خلال مؤثر من خلال مؤثرة من خلال سوشيال ميديا فأصبح العالم الافتراضي والإنترنت هو مكتبة موازية للمكتبات الرئيسية إزاي نقدر إحنا ما نبقاش كمان بعاد عن الشارع وفي نفس الوقت نبقى بندعم المكتبات الوطنية هل نقدر إحنا كمان من خلال المكتبة الوطنية نبقى موجودين على مواقع التواصل بشكل كبير علشان إحنا المصادر الرئيسية إحنا اللي عندنا الكتب إحنا اللي عندنا المعلومة الصحيحة وهكذا أنا بحب طملك أن المكتبة الوطنية مواكبة للتطورات التكنولوجية في عملها فعلى سبيل المثال تفضلتي وتكلمتي عن موضوع أنه ليس لدى المواطن الوقت كي يذهب للبكتبة الوطنية ويحضر على سبيل المثال أمسي إشعرية أو يطلع على كتاب ما إحنا نقوم بعملية البس لكافة البرامج وكافة النشاطات اللي بتنفي المكتبة الوطنية من خلال صفحة للمكتبة الوطنية على الفيسبوك من خلال صفحة اليوتيوب كل المكتبات يجب على كافة المؤسسات أن تستخدم بصراحة الوسائط التكنولوجية حتى في مجال الطب أصبحنا الآن نستخدم صحيح الوسائط التكنولوجية أصبح لأن العلاقة عن بعض أصلا أيها إذا لم نقم بعملية مواكبة التطورات التكنولوجية بالتأكيد بصراحة سوف يكون هناك تراجع بالنسبة لهذه المؤسسات التي تعنى بنشر الثقافة وبنشر المعرفة فعملية استخدام ودخول التكنولوجية لا يعني بصراحة هناك تأخر التأخر يصبح عندما لا تقوم هذه المؤسسات في توظيف هذه التكنولوجية وهذه الوسائط في عملها على سبيل المثال إضافة إلى ذلك كثير من المؤسسات الآن تفضلت وقلت ليس لدى القارع الوقت أن يقرأ هذا الكتاب قد يعمل مستخلصات وهو عبارة عن زبدي لهذا الكتاب مستخلصات تحكي ما يقتني أو ما يتكلم عن هذا الكتاب أيضا الآن تفضلتي وحكيتي عن السوشال ميديا وعن الوسائط الإلكترونية في عمل ليس فقط بصراحة المكتبات الوطنية المكتبات العامة أيضا المكتبات الجامعية المكتبات الآن بتقدم خدمة وصلة حديثا للمكتبة أي كتاب جديد يوصل للمكتبة تعلن عنه من خلال الموقع أو أحسن المبيعات اللي هي البست سيلر الأكثر مبيعا دي برضو بتخلي بتعمل مادة جذب لناسة تبقى عايزة تعرف ليه دا أكثر مبيعا يعني فيها فضول دكتور ريضال يعني زي ما تفضلت حكيت يعني لازم يكون فيه مواكبة للتطور حتى تقدروا تستفيدوا أكيد من التطورات اللي عم بتصير مؤخرا والسريعة يعني نخلي الشباب بالوطن العربي خلنا نقول يكونوا شباب قارئين بشكل أكبر وخاصة لكتب يمكن كمان محددة تقدر إنها تغني فكرهم ولكن لما متحدث عن أيضا البحث العلمي يعني إحنا بنعرف إنه مش بس عربيا عالميا أصبح الاهتمام بالبحث العلمي لما يأتي منه من فوائد شكل كتير كبير حتى عنا في الأردن يعني أصبحت الجامعات هلأ كلها تحاول قدر الإمكان تهتم بموضوع البحث العلمي للطلاب شو دور المكتبات في موضوع البحث العلمي المكتبات توفر مصادر المعلومات للبحثين كيف يبحث وكيف يطور حكيت في بداية اللقاء بأن المعرفة تتولد عندما يقوم الشخص في عملية البحث والقراءة في أكثر من مادة مكتبية الآن إحنا بنعرف إنه طلبة الدراسات العليا سواء على المستوى الماجستير أو الدكتوراه أو أعضاء الهيئة التدريسية هم المعنيين بالدرجة الأولى بصراحة في عملية البحث العلمي نهيكم عن المراكز البحثية كالأطباء على سبيل المثال والمهندسين وغير ذلك المكتبة بشكل عام وخصوصاً المكتبات الأكاديمية والمكتبات الوطنية يجب أن تقتني مصادر المعلومات الحديثة كي ننقل هذه المعرفة لطلبتنا على سبيل المثال في الجامعة فمسئولية المكتبة الجامعية أو مسئولية المكتبة البحثية أن توفر مصادر معلومات حديثة ومصادر معلومات مواكبة للتطورات العلمية والتكنولوجية أيضاً عضو هيئة التدريس في أي جامعة من الجامعات إذا لم يقدم إنتاجاً علمياً أو أبحاث يتم عملية الاستغناء عن خدماته أيضاً تصنيف الجامعات على المستوى العالمي هناك بنت خاص بما يتم إضافة من بحوث لأعضاء الهيئة التدريسية على مستوى الجامعة أيضاً ليس فقط هذه الأبحاث أيضاً قد تكون يعني يجب أن تكون في قواعد بيانات وتصنيفات عالمية عندما يتم تصنيف الجامعة بأن هذه الجامعة على المستوى العالمي رقمها مثلاً 300 أو 500 يأخذ بعين الاعتبار أيضاً الأبحاث التي يتم إنتاجها من قبل أعضاء الهيئة التدريسية الموجودين في هذه الجامعة أيضاً لما نحكي عن طالب دراسات عليا هذا الطالب يقدم رسالة والرسالة هي عبارة عن بحث وهذا البحث حاجة إلى مصادر كي يستند عليها على سبيل المثال ويدعم هذه الرسالة بمصادر بحثية ليس فقط وطنية وليس فقط إقليمية تشترط أن تكون الدراسات حديثة والدراسات ليس فقط إقليمية ولكن استند على دراسات علمية ويستطيع أن يخرج بفكر جديد وبتوصيات جديدة هذه التوصيات وهذه الاستنتاجات تساهم في عملية تطويره سواء كان طبياً في مجال المكتبات في مجال اللغة في مجال الكيميا والفيزياء وغير ذلك أنا شخصياً يعني هتوقف عن الحديث الرسمي ها هي أوراق بيت للكل وحسأل سؤال شخصي نحن في ديافة مدير عام مكتبة مهمة المكتبة الوطنية بالأهدن ماذا تقرأ؟ وماذا تقتني عندما تسافر إلى معارض الكتاب في دولنا العربية؟ ولا تحدثني عن السياسة والأشياء الصعبة حدثني عن الأشياء البسيطة التي من وقت إلى ثاني تحب أن تقرأ فيها أحكي بصدق بصدق سابقاً كنت أقرأ أكثر عندما كنت محاضرة في الجامعة وعضها التدريس قبل ست سنوات كان لدي متسع من الوقت للقراءة أكثر كي أحضر فكراً جديداً لطلبتي في الجامعة الآن في الوقت الحاضر أحكي بصدق أقرأ كتب التاريخ وأقرأ الروايات منهمك بصراحة في الأرشيف الوطني أحب أن أتطلع على الماضي الجميل أي روايات تقرأ؟ للأمان أحكي أنا أحكي أرشيف وليس الأرشيف في الوقت الحاضر لأننا بصراحة نحل الماضي ونعشق الماضي ونشم رئاحة الماضي بشيء من الجمالية لكن تقدم لي أثناء إشهارات الكتب وأثناء إشهارات الدووين الشعرية تقدم لي معلومات وتقدم لي كتب وقصص وروايات أقوم بقراءة البعض منها لأنه للأمانة لا أستطيع أن أقرأ كل ما يقدم لي وإلا في هذه الحالة سوف أترك عملي وأنهمك في عملية القراءة أكيد أكيد يعني دكتور نضال حديث لا يمل حقيقة وخاصة لما بتتحدث عن المكتبات وهلأ الحديث اللي حكيته عن الأرشيف حاليا ما بعرف إذا عم بتصير بعكم ولكن أغلبنا عم بيصير عنده نوستالجيا للماضي طبعا يعني حنين للماضي بشكل كتير كبير ولما بيتطلع على الأشياء القديمة بيتذكرها وفعلا يعني بتخلق عنده حالة عرفة عرفة لي يا أكسندرا ليه نشتاق إلى الماضي نحن نقرأ الماضي بلا مسؤولية ولكن عندما نقرأ الحاضر نشعر بالمسؤولية يعني لماذا هذا طب ماذا أفعل لماذا أفعل وذلك يعني إلا بيحصل برضو يعني اسمحولي أضيف اللي ما عنده ماضي ما عنده حاضر وإحنا بصراحة نستفيد من التجارب السابقة كي لا نقع صحيح في الأخطاء في الحاضر أو في المستقبل صحيح حتى لا نكرر الأخطاء نعم يقال دائما الباحث هناك مقولة تقول الباحث الجيد يبدأ من حيث امتهى الآخرين صحيح وليس من حيث ابتدأوا كي لا يقع في نفس الأخطاء صحيح في أخطاء الباحثين اللي قبل يعني لأنهم قطعوا شوط أكيد كتير كبير بيقدر أنه يستفيد منه نورتنا ببيت للكل دكتور نضال أحمد العياصرة مدير عامة المكتبة الوطنية في الأردن وأكيد أمنياتنا بالتوفيق الدائم للكم يعطيكم ألف عافية شكراً ستة إليكساندر نورتنا شكراً ستة شافي وكل الشكر والتقدير أهلاً وسهلاً للقائمين على هذا البرنامج نورتنا في القاهرة والله نورك كفاية وأنا بحس حالي بصراحة في بيتي لأنه هذا فعلاً بيت الكل في مصر الحبيبة الصديقة الشقيقة للأردن صحيح أكيد وصلنا لنهاية حلقتنا من برنامجكم بيت للكل أكيد نقولكم ما تصبحوا على ألف خير ونبتقيكم بحلقات قادمة بإذن الله اشتركوا في القناة